زين خلي أشوفك فتشي وعلقلي عليه سمحت السيد الحكيم لا لا تقول لي سمحت السيد الحكيم حضور السيد الرئيس بزارة مصورتك مواضح سفير البريطاني وحضوره إلى مجالس العزاء كتبت يوم أمس آني في موضوع انتشار أنا شوية قضية الحسين لا لا إحنا ما لعلاق آني ما دحكت أنا وحد أنا دا أقول لما لا هو جاي لمحلها تغريدة سوالفتك أستمر الدقيق يلا خلص أنا لمحة وكتبت أكثر من مرة وقلت السفير بدأ يتمادى في بغداد بشكل خبيث كبير جدا وإحنا نعرف تاريخ بريطانيا في المنطقة وفي العراق وهناك إزاحة بريطانية للمشروع الأمريكي بدأت من ثالث أو رابع وزير رئيس وزراء عندنا وعملية وجود نماذج بريطانيا ما نجحة بالقوة نماذج بريطانيا ما نجحة بالقوة وحتى رئيس جمهورية بريطانيا ما نجح بالقوة عملية التوغل الشعبي هم جاي يشتغلون عليها استنكرت علي برنامج إبراهيم سفير شو اللي استخدمه في بغداد وأنا سبحان الله بيوم اللي أكتب عليها تبدأ عند التحكير للجهاز بالقوة استنكرت علي حضوره إلى النجف الأشرف وبحضور أحد الشخصيات اللي يمنى النفس إنه يصير رئيس وزراء هكذا هم من بلغينه إنه انتشال رئيس وزراء قادم زعيم قروب اللي هو جاي يستقبله في النجف الأشرف اللي استنكرته هو حضور لشيوخ أشائر ويتحدث عن علاقة بريطانية العراقية وإحنا ما صار سبوع على ثورة العشرين ومحتفلين بها فبالتالي هذا ضرب ونسي ضرب للمجتمع الأراء ونسي جراء احنا اختلافنا هنا ضاري صاير لو ما صاير بالسالفة والمقوار والطوب وبالتالي يجي السفير الأمريكي الشكر معدنا السفير بريطاني السفير بريطاني طبعا هي عملية إزاحة للسفير الأمريكي عملية إزاحة للسفير الأمريكي والأمريكان من خلال السفير بريطاني عملية نزجي اجتماعي محاولة التوغل بهذه حاولوا ببدائل بسفراء أخرى بديلين إلا في الموجودين ما نجحوا بإمكانيتهم